وعلماء مصر الشرفاء بيقابلوا هجوم كاسح من الماسونية الدولية من خلال النشر العلمي من خلال البحث العلمي من خلال المؤتمرات من خلال اشتراكنا في المؤتمرات طبعا أمثلة لا حصر لها خليني بس أقول لحضرتك الصورة العامة للعالم عن مصر طب سريع ليه مصر ليه مصر ليها كارزمة كده غريبة على العالم